بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في الدرس جديد من دروس عالم صناعة المونتاج النهاردة بإذن الله تعالى هنعرف بقى الخطوة الأخيرة ان احنا ازاي نعمل بروديوس الفيديو بعد ما احنا عملناه وبعد ما احنا زبطناه واضفنا كل حاجة من الانترو الى الكولاوت واضفنا بعض الاضافات عليه وكتبنا على الفيديو وحطنا فيديو بعديه وازاي ستتخدمنا كل الخصائص اللي احنا تكلمنا عنها الاساسية في هذا البرنامج هنتعلم بقى اللي احنا ازاي نعمل بروديوس للبرنامج اقصد للفيديو اللي احنا صممناه من خلال برنامج Camtasia Studio دلوقتي نعمل اخر معاينة للفيديو مثلا اللي احنا عملناه نعمل بلاي ونبدأ نشوف الفيديو مثلا اللي احنا صممناه زي ما احنا قلنا عملنا هنا مثلا زي سؤال وتحديد عدة اختيارات بعدين دخلنا عليه sketch motion دايرة على الاجابة الصحيحة بعد كده دخلنا على حاجة اللي هي title clip اللي هي قلنا البورد اللي احنا كتبنا عليها زي سلايد في النص كده مكتوب عليها جملة معينة وبعد كده ننتقل الى الفيديو اللي احنا صممناه شعر من البلاد بتاعتك مثلا عدة نقاط وكده خلاص الخطوة اللي جاي بعد كده بقى ان احنا ازاي نحفظ الفيديو دوت بعدة صياغ معينة هنيجي عند حاجة اسمها produce produce and share هنا ونضغط على السام الصغير دوت ونبدأ نشوف ازاي هنعمل عملية انتاج الفيديو نضغط عليها اول اختيار هنختاره بيديك هنا عدة اختيارات بيديك انك انت عندك الديمانشن اللي هو الابعاد بتاعت الفيديو بيديك الفرمات بصيغة اي حفاظها mp4 ولا عايز تحفاظها باي صيغة وتاني حاجة بيديك description بيشرح لك مقبل الفيديو يعني هيكون شكله ازاي بقولك انه creates a high quality a low file size mp4 بيقولك انه هو يعمله بهاي ولكن مساحته هتكون قليلة بصيغة mp4 لو انت مسلا عايز تنزله على الويب بيديك عدة حاجات منها البلوج منها انك انت تعمله على cd hd ipad iphone ipod يعني بما يتناسب مع الشكل المعين انك انت عايز الناس تشوف الفيديو دوت بما يتناسب مع شاشة العرض هنسيبها على الويب وبعدين هنروح الخطوة اللي بعد كده هنعمل هنا لعل الشاشة هنا من الظهر الخطوة اللي تحت هنا مكتوب next لعلها مش ظهر في التصوير لكن نحاول نقرب الكاميرا عليها هنا اللي هي هنا في عندك next next نمشي بعدين بيديك العنوان دلوقتي انت عايز عنوان الفيديو ايه المكتوب فيه هنكتب مثلا عنوان الفيديو اي صيغة مثلا انت عايزها مثلا معاينة الشرح وتختار مكان الفولدر اللي انت عايز تخزن الملف الخاص بك فيه بيديك عدة اختيارات زي ما احنا شايفين قدامنا الاختيار الاول انت عايز تشوف النتائج ولكشو production result وplay video after production بيقولك انك انت عايز تشوف النتائج الانتاج الفيديو بعد ما تخلص الديتا بتاعته ولا انك عايز كمان انك انت تعمل play على طول الفيديو مش لازم نحنا نختار play video after production وبعدين نعمل finish بعد ما نعمل finish هيبدأ يعمل loading زي ما احنا شايفين هنا بدأ ان هو يعمل loading للملف زي ما احنا شايفين هنا ماشي loading للملف بتاعنا عشان بعد كده ان هو يعمل عاملية الانتاج دلوقتي هو بيعمل انتاج للمشروع اللي انت بتعمل اللي هو ال project بيعمل انتاج لي وهيبدأ بعد ما يخلص نبدأ نشوف المكان اللي احنا سيفنا حافظنا في الملف دوت مثلا حافظنا في ال D هنروح على ال D ونفتح الملف ونشوفه دلوقتي هتبدأ تظهر لي النتائج زهرت لي النتائج اللي انا عايزها ان هو في ال D و جميع تفاصيل الفيديو المدة الزمنية بتاعته والمساحة بتاعته والابعاد بتاعته زي ما احنا شايفين قدامنا وقداني كل التفاصيل بتاعته وبعدين نعمل finish دلوقتي احنا عايزين نفتح الملف فنروح على open production folder بعد لما ضغطنا عليها ينقلنا هنا للمكان اللي احنا حافظنا في الفيديو طبعا اللي اهمني اللي هو بصيغة mp4 ويديك طبعا حاجات تانية منها يعني خلينا نقبر هنا الايكولز دي عشان نشوف قدامنا بالضبط ايه اللي هيزهر لنا اول حاجة بيديك الفريم عندك كصورة بعدين بيديك الملف كبصيغة flash وهنا بيديه لك بصيغة mp4 نفتح mp4 الملف اللي احنا عملناه وهنلاقي ان الفيديو بتاعنا بعد ما حافظناه ظهرنا بصيغة mp4 نقدر نفتحه كفيديو ونشوف دلوقتي بدأ يظهر لنا الفيديو بيفتح هوت هنبدأ نشوف الفيديو دلوقتي بدأ يظهر لنا الفيديو ده الفيديو ده الاخراج النهائي للفيديو بتاعنا زي ما احنا عملناه بالضبط من ضمن الافضل حاجة طبعا انك تحفظها بصيغة hd بحيث انه يطلع يطلع بحيث انه يطلع بشكل عالي اللي هو هاي اي كواليتي بشكل اوضح بكتير من احنا حافظناه نرجع تالي هنا ونبدأ نشوف من جديد حاجة جديدة وهي انك انت تعمل شير على اليوتيوب الشير على اليوتيوب يعني ممكن تعمل على طول من هنا انك انت تدخل يلوزر نيمو الباسورد بتاعك على اليوتيوب ويعمل شير لكن احنا هنعمل الطريقة الافضل من خلال موقع اليوتيوب نفسه انك انت ازاي تعمل شير للملف اللي احنا حافظناه دلوقت احنا هدخلنا على قناتنا على اليوتيوب عشان نرفع الملف بتروح لعلمة الكاميرا هنا وبعدين تعمل تحميل فيديو وبعدين بتختار المكان انك انت حافظت فيه الفيديو هتعمل تحديد الملفات هنا المكان احنا حافظنا فيه في الدي هنا ندخل على معاينة الشرح الفولدر بتاعنا وبعدين نختار الفيديو اللي هو بصيغة mp4 وبعدين هيبدأ يعمل لودنج يرفع الملف اثناء ما بيعمل لودنج طبعا انت هتسمي هنا ده اسم العنوان بتاع الفيديو اللي يظهر لك بعين تكتب هنا الوصف اللي انت مثلا يعني يوصف حالة الفيديو اللي داخل الفيديو مثلا مثلا على شرح لبرنامج صناعة المونتاج وهنا الكلمات المفتاحية انك انت بتحطها مثلا ان الناس ممكن تستخدمها علشان توصل الملف بتاعك فمثلا تكتب على سبيل المثال صناعة المونتاج وبعدين انتر مونتاج انتر مثلا برامج انتر وهكذا وبعدين تعمل نشر لازم تكون مختار هنا عام بحس ان هو يظهر للجميع وبعدين دوت الرابط بتاع الفيديو بعد كده هيظهر لك انك انت تعمل لي شير لأصدقائك على في الواتساب وغير ذلك الدرس القادم ان شاء الله سيكون الدرس الأخير وهنشرح فيه انك انت ازاي تستخدم برنامج الريكورد اللي هو البرنامج دوت ازاي ان احنا الفترة يعني بعد كده ازاي نستخدم هذا البرنامج في عمل اي شرح على الكمبيوتر او اي برامج او مثلا انك انت عايز تشرح حاجة على الباوربوينت وتنشرها ازاي نستخدم برنامج اللي هو الريكورد ودوت هيكون الدرس الأخير بإذن الله تعالى وبكده نكون ختمنا دورة صناعة المبتشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته